اشتركوا في القناة اللهم يجعلنا من أهل عدو و بعد وش يقول النبي عليه السلام إلا من أبض ليه ما يحبش والإنسان كما يقولك في الدنيا هذي أروا مسافر شغل عندنا مرحلة إنساني بارك يمر عليه بارك الله فيه كما قال الإمام عالي رضي الله عنه الدنيا قنطرة شبهها شو قنطرة أعبوروها مع الجوز ولا تعمروها يا سبحان الله هذه هي الدنيا إمام عالي رضي الله أعبوروها ولا تعمروها كل أمتي يدخونون الجنة إلا من أبى أتصورتك أنت أي إنسي واحد يقول لك أنا من أدخل الجنة شو عالك وتتعجب تقول كيف سبحان الله نعم السحابة تعجبه قالوا ومن يأبى شكوني ما يحبش يدخل الجنة والإنسان علش رو يصلي علش رو يصوم باش يوصل إلى ذلك كما قلت يعيش ويتمتع في هذه الدنيا طاعة لله ويأكلوا من ثمارها ويشربوا من شربها في هذه الدنيا لكسب الجنة بارك الله فيك إلا من أبى السحابة تعجبوا قالوا ومن يأبى شكوني ما يحبش يدخل الجنة لأن علش كما أقول لك هذا هو الاستقرار والقرار الآخر إما جنة وإما نار مكاش خلاص خلاص والحمد الله ربي خلقنا مسلمين من أمة محمد صلى الله وسلم وأسأل الله تعالى أن يتوفن مسلمين أمين 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 إذ نعود لهم السحابة قالوا ومن يأبى ومن يأبى نعم نحن لازم جواب شكوني ما يحبش شوف أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني دخل الجنة لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله اتباع نعم ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله بارك الله نعم مربوطة هذه مربوطة نعم طاعة الرسول معنتها طاعة الله طاعة الله نعم كما قلت أنت ليعصي الرسول عليه الصلاة والسلام عصى الله بارك الله من أطاعني دخل الجنة ومن بعده ما قال قال ومن عصاني ما قس دخل النار نعم شوف سبحان الله يا الله ما قس دخل النار شوف سبحان الله ومن عصاني فقد أبا ما قس دخل بشو هنا وش يبيه لك يبيه لك بأنه نبي الرحمة يا سبحان الله كان كما يقول لقومي وش يقول قولوا لا إله إلا الله تفليحوا برك هذا ما قل كلمة التوحيد توحيد فقط نعم تفليحوا معتا تفوزوا نعم فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد نعم فاز شوف سبحان الله كان كما يقول لك حارس باش القوم التاعوا يشاهدوا علاش من أجل أن ينقيدهم من النار ويدخلوا للجنة من الظلمات إلى النور بارك الله كالنبي الرحمة سبحان الله كان رحيما كما يقول لك بالأمة حتى الكافر كان رحيما به عليه الصلاة والسلام كيفاش الإنسان ما يفرحش أنه من أتباعه ومن أماته صلى الله عليه وسلم كيفاش ما يفرحش الإنسان أنه يوم القيامة رح يكون شافيعا لنا يا سبحان الله كيفاش ما يفرحش الإنسان كما يقول لك هذا الرسول كما قولت نبيه كما كان أبا اليتامة والفقارة والمسكة لو كان نبدأ نبدأ نذكره في أخلاقه وفي سيراته وهذا قبل النبوة قبل النبوة